السلام عليكم السياداتي معاكم أموالت أرجعت لكم فيديو جديد اليوم تبتلكم مصفى بزفة شيشة مقادر متوجدة في كل منازل جزائريا اليوم تبتلكم مصفى شيشة 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 بزفة ميلة صفت اليوم بزفة شيشة عدسي قلالين بزفة ميلة شيشة 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 شيد شيشة شايشة شريقة ش grille هههة لدينا أم والد نقول لكم لبنات والدي صغير في التاكتوك شاف واحد الطفل بإمكانكم تعافوا ويقلدها بزيب ايه يرى يدير كيفة قال لي ماما جيبين نصور لك أم والد كيش تهضر ربي يحفرها أم والد تاني أختنا وحبيبتنا وزاملتنا في اليوتيوب لبنات هذا هو العدس شوفوا اراني معروفة بيه لبنات غير علقوا لهم قلوا لهم العدس تحانا بيدول لهم بدون دواج قلوا لهم هنا يشوفوا راه مانع لي الحبوبة للطبيب كما راكم تعرفوا درت مغرف زيت زيتون بايش ما يضرنيش خليتها بزبدة ودرت فيه مغرف زيت زيتون كليت غير شوية بلا خبز مهم الصباح دايما كيراني نوض لبنات اللي قلتوا لي نتبعوا ريجيم معاك واشركت ديري صباح غير نوض كي النوض ما نتقهواش منتقهو ما نشرب حليب ندير كاس ما مغلي ونقبع على بورش تعقارس يعني دوارات تعقارس نخليه يدفون الشربة مليح ينحي السوموم ينقص لك الشحمة ملكابد قعلها في كرشة كلش كلش وهنايا نقلكم وقتش نشرب حليب ولا قهوة وهنايا اليوم الجمعة خرش تزلافة طعام للدراري للغراوين الصغار للبز صداقة ان شاء الله ربي تكون صداقة مقبولة للوليدات الصغار على باك هما أولى اللي تجوز فيهم الصداقة وهنا يا ماريا بنتي أنا راني مع الفطور خرش للدراري صغار وراني نوجد الولادي وباباهم وقع باش يأكلوا تاني هما الطعام ليوم الجمعة وماريا بنتي رح يتخمن هي وخاوتها شوفوا البالي كنت دجا سيقت بها فيها الماء كنت دايرة واحدة للطابة وزو واحدة للحوش وواحدة للداخل عندي شمخوهم اللي قاع خلطوهم ما بغيتش نواسي بها باش ما يجي يعفل ليش طابة وقع قلت لها هذك الدوم لي قلحتها باش ندير بها الخبز لسقي واحدة فوق واحدة والصالحي بي قلت هاي بكري كنا كي ما هكا انا نعقل بكري بكري زمان زمان جارتنا مسكينا كانت تخدمهم وتسترزق منهم والله العظيم كانت تدير الفرق للمصالحة للوحدة نقولوا المصالحة احنا هاي يبالي ياتبهم هنا قلت لكم ساليو لبنات ديرو لي لايك ديرو الجام يلحنون معاكم راني ما زلت مريضة لبنات والله راني نكابر غير في طوع ولادي لازم معلية يعيو يديرو يعيو 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 كي ما يديرو بصح مشي كي ما خدمتك لازم معلية نكافحو ونكابروا ثاني علاجة العائلاتنا وليداتنا وقعمة ماشي نضغط وضغط كبير كبير حتى مايبقاش الجهد ونطايحو مايلقو حتى واحد يهزهم وانتي تاني ما تلقي حتى واحد يعيو يديرو لكم غالب يعيو مساكني يشقى وما يقدوش تحاولوا على رواحتكم لرقم مراد والتاني مراد كيمانا اللي عندهم تشحن في الكابت وقعلا بيكم ما تبغيش التعب بزيف كبدتك تاني كيتركزي عليها كيتفلرد كيتتطابسي كيتخدمي الشغول تاني تركزي علي كرشك بزيف تنظر الكبده وتتعب فهمتو اخوتاتي روحوا غير بالعقل كيمانا يا راني غير بشوية عليها اهنا يا كيمانا ركم تشوفوا راني ندير في الكعكتا مع اسكر كانت جارتي تحية كبيرة لها رامي تفرجوا الفيديو اه نقول لكم صالي 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 وخليلي تعليق يتيحا خليلي تعليق هنا في الفيديو المهمة تشهت الكعكتا مع اسكر ايا قالت الامينة بنتي يقولي الماما كي تديري الكعكتا مع اسكر ذوقينا والله العظيم صدقوني يا لبنات اليوم الجمعة درت علاجها لها وخرجتها صداقة نويتها صداقة والطعام تاني خرجت الصباح للدراري ابعدت لها شوية وفرحت مسكينة ودعات لي ان شاء الله دعوها مقبولة وصداقة مقبولة يا ربي ما بغيتش نخليها لها في خاطرها قبل ما نروح قلت ولا غير نديرها اليوم غير بارح في اللي لقالت البنتي قلت اليوم نديرها وما نخليش في خاطرها نخرجها صداقة وما نخليش في خاطرها تاني كعكي هدا راني معروفة بيه اللي بغات راح في القانت غير ديرو كعكوزين تحناني يخرج لكم ولا داكن حط لكم الرابطة تعا في صندوق الوصف اللي ما راكم شو مجربينها المهم هدا ديت به سيكسي ديتها قبل في الفيسبوك وزيت كملت الباقي في اليوتيوب قاع راكم تدعو لي والحمد لله راكم معتيام دينا وقلتوا لي أفضل وصفة واروعة وصفة تعكوزين تحناني مشي راني نشكرتو ما اللي راكم تقوله قلتوا لي جربنا وجربنا بصحة تعاكو وحده المهم هنا يراني معالك احكو جاولدي تخلو دي الكبير اكرم قالي ماما حقيت على الطعام وارا قلت لها خليت لك حقق وخليت لك شوية الحم قاليني جايب واحد صاحبي معايا جافي خاطرها الطعام وارا متوحشة ايام عندهم مش حال ما ديروش فضر قلت لها معالي شروح قالوا خليت الروح يغيي شوية على الحم تباين ديرها في خبز هنا اكله خبز راني ممنوع يعلي يعني غيي شوية غيب النتشا ايام قلت والله العظيم نزيد نكمل السادقة حقي بحقي والدي قدرتها لهوا وصاحبه ايام وفطر هواوية هو راح مسكين كي جيت نطيب لاتاي ونعطيه الكحك القيتها راح خرج هواوية ما عليش لا بخوشان ان شاء الله انا لبنات الطعام ما نش نديله المارغارين ما نش ندهنه ولا الدهن ولا زبتات على البقرة ولا راني ناكلها هاكا كا دي ساك يعني ناكلها قاسيك ما نديله لا دهن لوالو هاكا كونسقي بالمرقة قال لي طبيب الدهون والوالو سيختو الزويتن موها درجة المارغارين كلش كلش قال لي زيت زيتون بارك دوك تشوفوا وصفة شابة شوفوا روعة بطاكوشة جديدة ودوك تكملوا معايا الروتين هنا راني نديله في صفر البيضة ندهن فيه قلتوا له غير مباني الاخواتي قلتوا لي باني الناقع في الروتين حانا سيختوك يتجي هنا راني نهدر معايا ماريا بنتي يلا يتصور فيها هنا شوفوا غير كمنا طعام مع صالة الجمعة خسلت الماعين وتعاونت انا وليداتي سيختو كلش ايو درتاح بالخف شوفوا ما شاء الله يفلق الحجار شوفوا ما لقى غيرها البرد بصحة طلع بالخف يعني ما راش برد برد هيدا كتاعة الاغلاس المهم برودة وطلع بالخف ما كترت له الخمارة لا يريح بالخمارة شوفوا هاد السنيوة درتها في الكويزينياغ التاعي هاد الكويزينياغ التاعي شوفوا طيبة روعةية البنات مل تحت و مل فوق والسنيوة هذي رايح نديرها في فرن السعادة باش نكمل على زربة فهمتو اخواتي اقطع لي 13 حبة راكم تشوفوا 8 رمه هنا و 5 في السنوة والأخرى اذا صغرتوهم يقطع لكم حتى العشرين حبة يقطع البلوس هنا نبغي الحبة كبيرة كما تعبكري هنا دخلت الكوشة درتها في البيت هذي اللي زيادة اللي يديرين فيها الاغراض التاعنا و الفراش وقع مش اللي ينرقدو فيها و ناكلو فيها لا على جال الراه الريح بره مع النور راه يتصب باش ما يطفي ليش النار ولا يعني يخل فسد لها الخمور درت دخلتها في البيت بها بالقراعات على الغاز وهنا يراني نكمل والديواني راه يطيبنها في لاتها هنا عنا عشوفوا راه في خاشة الشباب جديد يالبنات هوا يطيبنها لاتها ينبغي لاتها يتاعها بنين فوالها وديرها في البريق تاعنا الابنات اللي سقسيتوني في السنوات الماضية وقينجي لداري هنا وقلتوا لي حانا البريق هذا ما يطرتكش لا ما يطرتكش الزجاج تاعها سبيسيال تاع النار ما تخافوش شريتها نظر 190 الف عندها عندها خمس سنوات ربع سنين هكذاك شريتها منها مثل المثال المهم هنا راه يشتطيح عاود خرجت لكم بره للحوش وقلتكم شوفوا شتاره هاطيح ما شاء الله عاود دخلت للبيت هنا راني نطلع للكحك شوفوا كيفاش تنفخ جاء روعة يا لبنات بصحكين ديزاستوس باش تطيبو في فورم السعادة هنا يجيكم كما نقولوا ما يجيش مشقق من الفوق ويجي منفخ ويجي روعة ما يجيش مسلا يجي حيا شوفوا يجي ما شاء الله جاء بالنين عدا ينقصوه شوية زرار عمل داخل قلت في غير حبة الحلاوة والشنان وزريعة البسباس وقشور القارس قشور الليمون اللي بغت للغصفة نحط لخوتاتي الرابط في صندوق الوصف المهم هذا الطباق اللي شتوني يا رفداته هو اللي رسلتها الجارتي شاه هاته جا في خاطرها مبغتش نخليه في خاطرها وحنا راني نصب في لاتاي اللي طيبة هنا الديواني شوفوا اللي بنات الكعك مع لاتاي بنت العراس شوفوا كيفاش جا روعة ونبغي اللي مدردر فوقها السكر بس كاكاولتك اللي بالجلجللل بكاكاولتك اللي بيدر Ahí بكاكاولتك اللي باخل السكر كي تقريب أذير وكايا توفلتك اللي به الاتاي الديواني طيبه هنا ناقص شويه سقه فوالا غراني محاوله على روحي وتكن اعطيكم وصفه درتها بدون زيوت روعه تاني تبعوا الفيديو تفهمو البنات شوفوا كيف ايجا ما نحكي لكمش البنات لي رقم معتام دينا هللا يرضى عليكم تدخلو علقو لهم ليسونسيال هنا عاود جبت الطاجين انا رحان شوي الفلفل ولفلفل حلو انا رحان ديها سلطة بزيت زيتون تبعي قشيرها قمت بتبقته قطعتها غير شرائح لا موس لا موس لا موس قطعتها شرائح بيدي شرائط قطعتها شرائح طماطم وضعت البصل وضعت زيتون والخل وعصره قارص وخلط خلط بنينا روعة تقطع الثوم بالصح الثوم يكون ماشي فخاش يتغذوه بسنيكم شوي وهمع الفلفلة وقطعوه شرائح ديروها صلاة روعة هنا راح نعطيكم بطا تاكوشا ملعقة صغيرة توم بودرة نصف ملعقة كمون نصف ملعقة كوركم فلفل أسود نصف ملعقة فلفل عكري نصف ملعقة زعتر هنا راني دير زعتر بودرة ومخلط مع الورق يعني شوية ورقة محرحلاتها بيدي ما تكتروا شغي شوية علاش فيها الأعشاب مليحة لذات تعنا تخرج سموم من الأعشاب هذي من الجسم تعنا روعة نحطوا توابل والملح البطاطاكوش تبغي الملح نضيف لها خمس ملاعقة كبيرة ما دافئ خمس ملاعق ما دافئ ولا نصف كأس ما دافئ وديروا الزيت زيتون خمس ملاعق خمس ملاعق ولكن زيت زيتون الأصلي مشي هذي مخلطة مع زيت سانجو اللي راكم مراضة بتشحم الكابد زيت زيتون الأصلي وشديت راس تعتوم هذا الحمر جميعا غسلو حلوها غسلوها تراب هيا وضيفوها التقبوهما يولوه طيب زبدة ودرت ورقتين تعرن دخسلتهم وقررتهم بيدي هاكا خلطت مليح 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 غطيتها بالبابير الالمينيوم ما كانش عندي بابير كويسة كملي درت بابير الالمينيوم اي شعلت الفور من قبل عشرة دقائق يسخن ومبعد دخلوها الطيب من تحته او مينتون طيب في الفار نحيو الالمينيوم كي تشوفوها طابت زبدة تسيو بالموس تشوفوها دخلها طيب واحد لربع ساعة حتى العشرين دقيقة من تحته هي تطيب من تحته او مينتون يدخلها الطيب تطيبوها طايبة طيب يعني فلافابير اي قلعو الالمينيوم وشعر طفو من تحته وشعلوها من فوق تحمر غير شوية مشي بزيف كي تشوفوها حمارة شوية حطوها تولي ضوغي شوفو جاتم عصلة شوفو ما شاء الله بالزيت زيتون راهي صحية هذي هي المكلة اللي راني ناكلها الريجيم التاعي مكاش زوية مهدرجة ولا زوية العادية الزيت طابعي عاناش حلوة نحوس البنات هنا في تلمسال باش لقيت زيت زيتون الأصلي والله صدقوني شريت واحدة مخلطة بتاستيتها بوحد العفسة لقيتها مخلطي لها زيت سانجو بسح هذه الأصلية ندير بها الوصفة تحتشحهم الكبد التاعي مع القارس والتوم وندير بها تاني الوصفات كي من هكا شوفو سلطة تعلف الفلفل حلو البنات جربوا هذي اللي قلتها لكم ما روعة وعندي حبة تعفاكية حبة فرنها مع السلامة في أمان الله شكرا شكرا